إعادة هيكلة لأجهزة حكومية رئيسية تمكن من نجاح بإذن الله تحقيق الرؤية على المدى البعيد وتمكن أيضا من إنجاز المبادرات الرئيسية التي ستكون من ضمن برنامج التحول الوطني من ضمن الجهات التي نالتها إعادة الهيكلة هي قطاعات دخلت في وزارة مهمة جدا وهي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والتي ضمت قطاعات كانت لها مرجعية أخرى بالإضافة إلى قطاعات الصناعة والمعادن والطاقة ربطت هذه الوزارة أيضا بهيئات مهمة جدا لتكملة سلسلة القيمة المضافة من البحث العلمي والتمكين المعرفي مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة إلى قطاعات لها علاقة في البنية التحتية مثل الهيئة الملكية للجبال وينبع إعادة الهيكلة هذه عامل تمكين كبير تترجم الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين وقيادة المملكة